طيب، أنت لعبت في النادي الأهلي كم سنة كانت مفتحة؟ لا أنا منزم قلت لك وأنا عندي 9 سنة طيب درجة الأولى عبت كم سنة في الدرجة الأولى؟ درجة الأولى أنا من 69 إلى 81 81 بطلت أه قررت اعتزالك 81 ليه؟ ليه مرة واحدة؟ هل فيه سن معين للعيب أن يبطل فيه؟ ولا اللعيب يحس أن أنا يعني في الفترة دي خلاص بشأن أدراتك؟ لا أنا بصك أتنسوا عشان أكون صريح أنا قلت برضو في كامل يقط البدنية والفنين كانش فيه إصابة؟ أبداً عمري الحمد لله أنا عمري ما جات لإصابة في الملعب وأنا بلحب يعني الحمد لله عمري ولكن، ولكن يمكن في الفترة دي لو تفتكر كلوتشاي أيوة؟ كلوتشاي كان مسؤول عن الفرقة في هذه الفترة جي بعد هيدوكوتي جي بعد مستر هيدوكوتي ولكن هو عايز يبطل لعب كتير كان عايز يبطل لعب كتير فحست إن المؤشر مش في صالح لو استمريت مين اللي كان طالع؟ كانت ربيع يسين ربيع ربيع يسين أقول للناس شكراً قبل ما يقول لي أمشي المعدل قبل ما يقول لي هو شكراً ويمشي وأنا خدت القرار وخدت القرار باعتزل إحنا عاندنا معاه بقى أنا واحد من الناس عاندت أنت هتقول لي عاندتي معاه عند وكابت الخطيب وكابت الخطيب تفاكر ما كنت بقى تتمرى إن أنا وكابت الخطيب وأنت بعد التمرين وهو يبقى بيولع من لنا إن إحنا بنتتمرن حتى الثلاثة مع بعض في الآخر بقى لما ما لقى فيش فايدة وبعدين هو جاء قال لي بعد كده قال لي أنا كنت هظلم نفسي هو يقول لي أنا كنت هظلم نفسي ما يبقى عندي لعيب زيك وبطله آه ما اللي بقول لك حسبت كل المتشات اللي بعد كده كان دايماً حاطتنا إحنا الثلاثة آه وأول ما شفنا المصفر كده عرف إن هو مش راضي وبحصدها ما كنا متمرن حتى الثلاثة مع بعض دي أكيد